موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوار مساء جهاء الكرام في إطار المواكبة المستمرة للانتخابات المهنية اليوم نزور مدينة الصغيرات ونصدف سي سعيد الهلالي المرشح للغرفة الفلاحية لجهة ربار سلاة القنيطرة مرشح حزب الجرار بجماعة الصخيرات والصباح نعم سي سعيد كما عاهدناكم ترافعتها في جماعة الصباح وفي مجلس عمالة الصخيرات المرى عن قضايا الفلاح اليوم الحملة في يوم الثاني كيف شرعتم في هذه الحملة الانتخابية؟ شكرا سي الواقفي ومن خلال موقعكم مساء الجهاء على هذا اللقاء فعلا أخذ بفضل الله غمار انتخابات المهنية لغرفة الفلاحة عن دائرة الصخيرات وتضم الصباح والصخيرات دائرة واحدة كما ذكرتم نعم مدافع الفلاح بألائب الفلاح وواحد من المنطقة وتأثرت أن تقدم من أجل الدفاع عن مصالح الفلاح من مؤسساتين تعنى بالفلاح ولا يم الغرفة الفلاحية إن شاء الله سأكون صوت الفلاح الذي يطمح أن يسمع صوته لدى المصالح المختصة والدفاع عن مشاكله ومن أجل بسطها كما ينبغي وإيجاد الحلول لها نعم سي سعيد الهلالي عقود من الزمن وأنتم تمارسون النشاط الفلاحي ولم تقتحموا غمارة عن انتخابات المهنية اليوم تريدون الولوجة لغرفة الفلاحة لماذا؟ لماذا؟ نحن نخوض الفلاحة أبن عن جد وردناها أبن عن جد والحمد لله في المنطقة نجي من الفلاحة بجنيع أنصافها من حبوب وغلال وكسب من المحاية المشياء ومشكلها ما جعلني أخوض غمار هذه الانتخابات هو الدفاع عن مصالح الفلاح وأنا أعيش مع الفلاح يوميا وأعرف الظروف التي يعانيها وكما ذكرتم في البداية أدافع الفلاح من خلال مجلس العملاء ومجلس جماعة صباح أردت أن أخذها لكي أدافع عن مصالح الفلاح من داخل المؤسسة الخاصة بذلك وإضفاء صورة تعطي ما يعانيه الفلاح من مشاكل وما هي المساعدات التي ينبغي أن تعطي الفلاح لا من حيث القرور وهذا موجود في برنامج خاص وهو عبر الصفحات في الفيسبوك وسأدافع عنه إن شاء الله بحول الله لإسماء صوت الفلاح وإيجاد حلول له وبالتشاور مع الفلاحين ليس بشكل انفراضي بالتشاور مع الفلاحين وبخروج بخلاصات وتم إسمعها لدى من يجب أن تسمع لديه هذه المشاكل ومع القوة الاقتراحية للحلول لها وإيجاد صيغة لتطبيق منها ما يمكن تطبيقه أو صياغ أخرى من قابلة للتنفيذ الشاهد وهو المهم هو إسمع صوت الفلاح فيما كل ما يحتاجه لأنه يمتصق اليوم باللحوم بالخضروات بالألبان بالفواكه لا بد أن يكون له صوت مسموع يعالج مشاكله ويدافي عنها وأرأيت ورساعت أن أكون هذا الشخص الذي أتمنى أن أوفق في هذه المهمة قدرة للنجاح بها إن شاء الله إن شاء الله نعم سيساعد الهلالي تخذون هذه الانتخابات بإسم حزب الأصالة والمعاصرة رمزعو الجرار لديكم طرحتم بالأمس برنامجاً انتخابياً محلياً وعلمنا أن هناك برنامج وطني البرنامج المحلي تحت شعار الأصالة في خدمة النموذج الفلاحي المعاصر نعم مجموعة من إذا سمحتم هناك برنامج وطني للحزب ونعود أيضاً مستشار بإسم الأصالة والمعاصرة الحالياً وتقدمته بإسم الأصالة والمعاصرة هو حزب منخارطون فيه وحزب العمل وحزب المرضودية وحزب الفعالية وهناك برنامج إذا سمحتم يعطينا بعض النقاط حول البرنامج الحزبي الذي يضم مجموعة من النقاط مثلاً إعادة تأهيد الموارد البشرية النهوض بالتنمية والجهزات الاجتماعية في العالم القراوي التعرف على البعد المتعدد والغضائف الفلاحة والإمكانيات القراوية الإدارة الاستباقي للموارد طبيعية بين قوسين التكامل بين التنمية والبيئات تصاعدية وتقدرة على التكييف مع المتغيرات تعبئة الإمكانيات وتحمل جميع الفاعلين المسؤولياتهم تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستراتيجية والسياسات الفلاحية هذا برنامج حزبي ومن خلاله سلعمل داخل البرنامج المحلي الذي سأعرض بعض النقاط منه أو خلق تعاونيات قادرة على تتميل العمل الفلاحي وتوفير مناصب الشغل هذه التعاونيات قليلة جدا لدينا في المنطقة وإن شاء الله خلال هذه الدورة إن شاء الله نقدر للنجاح سنعمل بمعية الفلاحين إن شاء الله والفلاحات من أجل إنشاء تعاونيات فلاحية متعددة الاختصاصات من أجل الفلاح ومن أجل تجويل دخله ومن أجل منح فرص الشغل لأبناء الفلاحة وغيرهم الإداريين لأن هذا عمل مشترك يضم تكاملي يضم جموعة من الفاعلين وأيضا تنزيل برنامج المخطط الأخضر أو الجيل الأخضر وتبسيط مساطير الفلاحي لأنها مجموعة من إجراءات على القروض وذلك سنعمل نقوم بواجبنا من خلال العمل على تبسيط هذه المساطير وتسهيل إجراءات إدارية للحصول على قروض استثمارية لأن قروض استثمارية الآن الفلاحة أصبحت من فلاحة محلية إلى فلاحة تسويقية وإنتاجية كالنقورة تستيراد وتستير وهذه المجالات تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات تحتاج إلى مجموعة ساعمل على تبسيطها من أجل أن يلجى جميع الفلاحين في إطار شركات فلاحية أو تعاونات فلاحية من أجل تطوير إنتاجهم وتصدير واستيراد وغير ذلك والدفاع عن حقوق الفلاح والكسب كل ما يحتاجون لا من حيث الأدوية ولا من حيث جميع ما يحتاجون التكوين والمواكبة والاستمرارية والعمل على تخفيض عبء الديون عن الفلاحين لأن مجموعة من سنة لتوالي ظروف سنوات الجفاف ونبدأ من إعادة جدولة هذه الديون وسنعمل إن شاء الله من داخل الغرفة على مبيمعية باقي الإخواء إن قدر النجاح إن شاء الله على تخفيف هذه الديون وجدولة أداء الفلاحين وتقديم الإرشاد الفلاحي عبر مسؤولين وتقنيين لأن الفلاحات تطورت لا من حيث التربة لا من حيث الحبوب لا من حيث الغلال لا من حيث الأدوية هذا يحتاج إلى تقنية مختصة دور المنتخب وهو أن يؤشر وينبع على هذه الأمور ويعطي ما ينبغي أن يحصل عليه الفلاح لا من حيث الإرشاد وهي الآن لها دور كبير في عملية إنتاج من حيث تطوير عملية إنتاج لا بد أن يكون المواكبة عن طريق مختصين ميدانيين في هذا الخبراء إما مهندسين وإما تقنيين على اختلاف اختصاصاتهم في هذا العمل وورشات عمل عن قرب لأن لما يكون التطبيق مطابق للنظرية يعطي إنتاجية وهنا الفلاح يبد أن ينتقل من هذه العملية تكون هذا في إطار المواكبة لا بد أن يكون ما ينبغي استعماله نظريا أن يكون يراه تطبيقيا في ورشات ميدانية وسنعمل إن شاء الله في إطار زيارات ميدانية لضيعات الفلاحين ومن خلالها يكون هذا العمل مواكب لعملية التطبيق إن شاء الله وتخصيص واحدة متنقلة لتقديم الدعم الفلاح إما عن طريق النص وإما عن كيفية استعمال أدوية وإما عن طريق التلقيح بالنسبة للكسيبة أو مشاكلات هذا مشكل تقريب مورد العلفية وجعلها في متنول الفلاح هذا مشكل يعاني الفلاح يقع إما سوء في عملية التقاء النقاط البيع أو في عدم معرفتها أو في أحيانا يكون العلف موجود لكن أين يصل إلى الفلاح وسنعمل على تقريب مع المسؤولين على إرشاد الفلاح إلى هذه العملية عبر إما السلطات المحلية من خلال مساعدتها في هذه العملية وسيكون هناك مجموعة من الإجراءات العملية أثناء هذه العملية إن شاء الله وعلى تكوين ومواكبة الفلاح في أنشطته في أنشطته في جميع الأنشطة الفلاحية سواء كانت زراعية أو غلالة بمعنى على أن المواكبة هي عنصر أساسي ليس المنتخب والمنخب ينبي على هذه العملية المواكبة من أجل أن تكون مستمرة لأن الاستمرارية هي تعطي استدامة في الإنتاج والجودة وبالتالي عكس ذلك لا على المرضود ولا على الإنتاج وتجوي السوق وهناك أيضا مشكل آخر ربما أتطرق إليه كما سأتعرق المقطة الأخيرة عملية التتمين لأن تتمين الإنتاج يقع في مشكلة أثناء شراء الحبوب وشراء تكون الأتمينة مرتفعة لكن عملية البيع رغمها جودة أحيانا المنتوج وجودة يبقى التمنمون فهذا العملية يعاني منها الفلاح بكثرة وبالتالي سنعمل على يكون هناك واحد تجويد لهذا العملية كما هناك دور أساسي وفي نقطة ليست آخيرة ولكن هي جاءت لأن دور المرأة في الفلاحة رغم أنه موجود الآن وبالشكل وصارت نساء لها دور فاعل في جميع الميادين اجتماعية مسؤولة وفي أيضا في الفلاحة صارت تشق طريقها كما كالرجال لكن بالشكل لم يكن سنعمل خلال ورشات عمل وفي قطار التعاونية التي ذكرتها في بداية على أن تشارك النساء بشكل فعال ويكون لها دور إما إدارة في تسيير وإما عن طريق ترأس تعاونية ولما لا من أجل أن تأخذ بيد المرأة أختيها المرأة في هذا البداء بالتعاون معنا ومع باقي الفلاحة حول الله وسنعمل على كل سنعمل على هذا إن شاء الله ونسأل الله التوفيق لأن العملية العزائم لا بد لها وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وراء كل هدا هذه أشياء قابلة للتطبيق فقط تحتاج عنصر عنصر من المواكبة وعنصر التحريك لهذه العملية وإن شاء الله لنا العزم في أن نحرك هذه الأمور من أجل أن تطبق وتصبح جارية العمل بها إن شاء الله بحول الله نعم في الختام السلع إلى لي ما هي رسالة رسالتك للفلاح رسالة للفلاح والفلاحة هو تصويت لي يومي إن شاء الله يوم استغشت الجمعة يوم الجمعة استغشت من هذه السنة إن شاء الله من أجل أن نحقق هذا البرنامج والعمل عليه وأدعوهم لتصويت لي بكاتفة من أجل أن نحصل على هذه العضوية من أجل تطبيق كل هذه البرامج بما معهم وبالتشاور معهم وضع علامة فيه على رمز الجرار هو رمز حزب الأصاوى المعاصرة رمز العمال وإنتاج بحول الله وأشكركم السي الواقفي على هذا من أجل اختيار أفضل صوتوا على الجرار يوم استغشت وكونوا في الموعد إن شاء الله شكرا لكم